ما أجمل خدايكي بصموت وهكذا يا حبائي المسيح لو أن مجد يقول لنا إيه الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصالحات والإنسان الشرير بدأ عنينا من كنز قلبه الشرير يخرج الشرور فإذا الصلاح بيبان على الوش والشر بيبان على الإنسان الاثنين بيبانوا فش لا بستخبأ فالإنسان أدرم في نفسه عامل روح قدس وقبل عامل روح قدس فيه بقوة واستجاب لقراءات الروح قدس فيه وتبكيتات الروح قدس فيه وعمل الله بعمل نعمته فيه هذا الإنسان بيبان على وشه على طول ملامح عامل روح قدس فيه الصمار الحلوة المسيح قال لنا تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم دايما تجدوا بشوش ما بيعرفش يكشر ما يعرفش ولو كشر على طول بيرجع تاني دي اضحك ما ينفعش أصلا بقاش من طبعه التكشيره بقاش من طبعه الحزن ما بقاش من طبعه النكد ما بقاش من طبعه أنه بقى أجلسف وناشف في كلامه لا 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 ده الإنسان العطيق مات واندفن لكن هو عايش الإنسان المتجدد الجديد الحلو اللي هو نتيجة عامل روح ربنا فيه والتصاقه الحقيقي بالرب يسوع بوصياه بكنسته بكتابه المؤدس بالمخدع بالترنيم بالتسبية ده حتى في التسبحة بنقوله اسمه كحول ومبارك في أفواق الدسيك يا رب يسوع المسيح اسمه كحول ومبارك في أفواق الدسيك يعني الدسين النفس اللي تسقط بيه وبتعيش حيات القداسة بتردد اسمه حلو بقه حلو تبديد اسمه حتى احنا بلو قلقه مارينجوس خن اهلوج جيبن شويس إيسوس مارينجوس يعني فنقل خن خن يعني بيء أو فيه و إهلوج أو أداة تنكير إهلوج يعني حلاوة مارينجوس خن أو إهلوج يعني فنقل بحلاوة يا رب يسوع المسيح فالنفس اللي حبت المسيح ودا زوقت حلاوة ما حبيته والعشرة معاه بتقوله بحلاوة مش بتقوله متغصبة ولا بتقوله تقضية واجب ولا فرضة عليها لا ده بتقوله بحلاوة بتتكلم معاه بحلاوة بتمتع بتمتع يا أحبائي وهكذا بتستمتع النفس البشرية المتصكة بربنا يسوع المسيح الحبيب الحقيقي بحلاوة ترديد اسمه القدوس بحلاوة التسبيح ليه بحلاوة الترنيم ليه بحلاوة ترديد اسمه للناس بحلاوة اكتزاب نفوس إلى معرفته الحقيقة